السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين الكرام وصلني السؤال عن كيفية معرفة أسماء المشتركين في قناتنا طبعا سيتم ذلك باختصار شديد وخطوة خطوة على حسب طلب السائل عن طريق جوجل كروم هيا بنا للدخول إلى جوجل كروم هذا هو جوجل كروم طبعا عندما ندخل جوجل كروم لا نستطيع أيضا معرفة الأسماء عبر اليوتيوب الرسمي ولذلك دخولنا عبر جوجل كروم عندما ندخل على جوجل كروم إذا لم تظهر لك الصفحة هذه دوس على السهم أعلى اليمين هنا لتظهر هذه الصفحة فيها أيقونة اليوتيوب شوف أيقونة اليوتيوب في أي تحت إذا لم يظهر أيقونة اليوتيوب تكتب بيض البحث اليوتيوب أو تسجيل الدخول إلى قناتي لكن الأيقونة موجودة دوس عليها ودخل ستظهر لك هذه الصفحة إذا لم تظهر لك الصفحة هذه دوس على ثلاثة نقاط أعلى اليسار شوف النقاط الثلاث أعلى اليسار ويظهر لك عدة خيارات اختر الموقع الإلكتروني المخصص بحيث أن الهاتف سيصبح عبارة عن كمبيوتر الآن لما أدوس عليها إشارة صح سيصبح الهاتف عبارة عن متصفح لوحي الخطوة القادمة ندوس على بوروفايل القناة نحن ذاهبون للستوديو اليوتيوب هنا شوف بوروفايل القناة أو الصورة الشخصية لقناتك عندما تدوس عليها يظهر لك أيضا عدة خيارات تختار الخيار الثاني إشارة الصوديو اليوتيوب إذا إضهر لك الترس الأحمر هذا لكن دوس على enemy نحن ذاهبون نحن للستوديو اليوتيوب عبر جوغل كروم لما تدوس على معينة صفحة تظهر لنا أيضا صفحة أخرى في طريقتين إما أنك تدوس على السهم هذا الترس الأحمر إما أنك تدوس على السهم هذا الأعلى اليسار أو أنك تنزل تحت وتختار المتابعة إلى الموقع هذا اللي تحت أنا بدوس على السهم لأن السهم موجود دوس على السهم هذا الأعلى شوف الآن هذا استوديو اليوتيوب في جوجل وكروم هذا في أشياء كثيرة لكل صاحب قناة أو كل صاحب حساب مثلا طبعا فيه هنا على اليمين فيه عندك عدة خيارات الفيديوهات الإحصائيات التعليق عدد الساعات تحقيق الربحة أيضا الأنشطة أشياء كثيرة يعني لكن نحن الآن ماذا نريد أين يوجد العدد المشتركين أو أسماء المشتركين شوف عندما تكبروا تحت هنا أسفل اليسار في الأنشطة الحديثة في المنتسبون وفي المشتركون إذا نريد أسماء المشتركون إذا ندوس على كلمات المشتركون هنا عندما دوس على كلمات المشتركون ظهر لي ثلاثة أسماء آخر ثلاثة أسماء اشتركوا في تحت هنا الإطلاع على كل المشتركين عندما تدوس علىها تطلع لك صفحة بعدد المشتركين بس عدد محدود يعني الآن دست على الإطلاع ظهرت لنا صفحة أو قائمة فيها عدد المشتركين أسماء أسماء المشتركين شوف هذه أسماء المشتركين والخط الثاني أو العمود الثاني هذا تاريخ الاشتراك متى اشتركوا في قناتك طبعا هؤلاء الأسماء هذي التاريخ متى اشتركوا في قناتك ورقام ثلاثة هنا عدد المشتركين في كل قناة تبعهم يعني عدد المشتركين حقهم والعمود الثالث هذا طبعا هذي حق تسع عشر حق تسعين يوم حق ثلاثة أشهر والعمود الثالث هذا الإقراء يعني هل أنت مشترك عندهم أم لا طبعا هذه الصفحات هي عشرة فقط دوس على المثلث الصغير أسفل شوف هنا بيطلع لك عشرة خمسين اختار خمسين يعني بمعنى أنه آخر خمسين اشتركوا معاك خلال تسعين يوم ها هي شوف آخر تسعين يوم يعني خلال آخر ثلاثة أشهر خمسين شخص أو خمسين قناة شوف في جنبها هنا مثلث صغير علشان نطلع منذ تاريخ التحميل دوس على له طلع لعدة خيارات بختار منذ تاريخ التحميل أو منذ إنشاء القناة أو منذ تأسيس القناة منذ تاريخ التحميل دوس عليها إذن الآن ظهر لي عدد المشتركين الخمسين منذ تاريخ الإنشاء كل خمسين في صفحة كل خمسين في صفحة كيف أوجد الصفحة الثانية طبعا هذا خمسين الآن اسم المشترك وتاريخ الاشتراك وعدد المشتركين تبعه وأيضا الإقراء هل أنت مشترك عنده أم لا شوفها انزل إلى تحت عندما أرفع على فوق أنا الآن وأنزل إلى تحت في مثلث صغير أو سهم أسفل اليسار شوف أسفل اليسار في سهم هنا عندما أدوس عليه يطلع عليه أيضا خمسين آخرين فوق الخمسين الأولى يعني كل صفحة فيها خمسين 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 هذه الآن خمسين عندما أدوس على المثلث هذا الصغير أو السهم الصغير هذا بيطلع لي أيضا خمسين نزل لا تحجف الآن مية الآن أرتفع على مية تدوس على السهم أيضا بيطلع لك مية وخمسين بعدها ميتين بعدها ثلاث مية يعني ميتين وخمسين وهكذا كلما تدوس يطلع لك عدد المشتركين أسماء المشتركين عندك كل خمسين لحالة أنت تعرفها الاشتراك عندك طبعا صعب يجيب لكم العشرين الالف المشتركين عندي لكن بذلك تكون أنت عرفت أسماء المشتركين اللي عندك هذا طبعا لمن يسأل أيضا زي ما قلت لك أيضا تدس على السهم شوف هذا الصغير اللي هنا يطلع لك الآن شوف ميتين أو ثلاثمائة وخمسين قدوم وهكذا كل صفحاتها خمسين تعرف أتمنى أن أكون وصلت الفكرة لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب